يتوصل مشهد الاغتيالات في العراق وخصوصا في محافرة البصرة فبعد اغتيال الناشطة المدنية سعاد العلي بيطلاق نار قبل عدة ايام وفي واضح النهار ومن دون الكشف عن هوية الجنات مرة اخرى يتكرر هذا المشهد وفي البصرة ايضا ولكن هذه المرة الضحية كان شابا يلعى حيدر يعمل كمعاون طبي في مستشفى البصرة التعليمي تمقت له امام مكان عمله من قبل مسلحين مجهولين لتسجل البصرة بذلك ثالث عملية اغتيال فيها خلال الشهرين الاخيرين فالصورة توضح حجم الانفلات الامن في المحافظة الذي اباح لعصابات الاختطاف والجريمة المنظمة ان تجوب شوارع البصرة وتقتل مواطنيها الابرياء من دون اي رقابة امنية ولم تكن عمليات التصفية المتتابعة هذه في البصرة فقط بل جاءت تزامنا مع نظرتها في بغداد فالعاصمة ايضا كان لها النصيب الاوفرة من هذه الجرائم فبعد مقتل الموديل العراقية الشابة رفارس قتلت بعدها بساعات قليلة ايضا خبيرة التجميل والمساج سحر الابراهيمي وفي اماكن متقاربة وسط العاصمة واختسمت اليوم بمقتل طفل اخر في العاصمة ايضا وبنفس الاسلوب هذا الامر وبحسب مراقبين ما هو الا دليل واضح على نفوذ هذه العصابات الاجرامية داخل المدن في ظل عجز الجهة المعنية عن ملاحقتهم فضلا عن حالة الفوض السياسية التي يعيشها البلد بسبب صراع تشكيل الحكومة المقبلة والذين عكس السلبن على جميع مؤسسات الدولة الامنية والرقابية زيدالي دبلیو تی بی